اشتركوا في القناة فعشان هيك رح نحكي تأثيرات تراجع عطارد بالتفصيل لجميع الابراج والطوالع ان شاء الله طبعا القمر اليوم استقر في برج الجوزاء هو الان في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 11 و29 دقيقة من ظهر هذا اليوم بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 22 ونص تقريبا بنتقل لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء وبما ان القمر موجود بالجوزاء معناته رح يسيطر علينا تأثيرات من صفات برج الجوزاء على جميع الابراج في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة وبيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية اللي هي النشاط والحركة وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا أول حدث رح يكون هو تراجع عطارد عطارد اللي رح يتراجع الساعة 5 و 9 دقائق بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 18 صباحا طبعا تراجع عطارد رح يتراجع في برج الميزان مدة تراجعه هي لغاية مساء يوم 18 عشرة يعني تقريبا ثلاث أسابيع وتراجعه رح يظل في نفس الميزان ما رح يرجع للعذرة طبعا بالنسبة لكوكب عطارد لما بتراجع فهذا إلو تأثير كبير على حياتنا فترة التراجع بنشعر بالتشويش في حياتنا اليومية وبيبدأ التأثير السلبي للتراجع قبل حوالي من خمسة إلى ثلاثة أيام نجد أنه مجالات عطارد هي الاتصالات فالأعطال اللي بتصير بتصير إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بهذه النوعيات يعني ممكن تتعطى الهواتف بصورة مفاجئة ممكن تضيع رسائل في البريد أو يتأخر طرد بريدي أكثر من المعتاد بالإضافة أنه بصير في زحمة أو أزمة في الطرقات بالحركة المرورية بشكل مفاجئ ممكن ننتظر طويل في السيارة أكثر من المعتاد بتزيد حوادث السير بالفترة هاي بشكل ملحوظ بتزداد السرقات سيما سرقت السيارات نهيك عن خراب أو تلف فجائي بحل فيها إلو علاقة بالكهرباء إلو علاقة بالميكانيك فجأة بتلاقي السيارة هي كعطلة أو جهاز كمبيوتر أو تليفون أو أشياء من هاي ومنلاحظ أيضا في فترة التراجع إنه عدد الأجهز الكهربائية في البيت بيصير فيها نوع من أنواع التعطيل أو العطل الفجائي فبتلاقي ثلاجة غسالة مايكرويف أي شيء له علاقة بالأجهز الكهربائية أو الإلكترونية في البيت فجأة ما بتشوف إلا هو عطلان بدون سابق انذار كل الأمور اللي إلها علاقة بالإلكترونيات عليها علامات استفهام بتصير بالفترة هاي في هاي الفترة أيضا لازم نحذر من توقيع عقد إذا بدنا نوقع على عقد بدنا نتفحص بنوده بشكل جيد عشان ما يتسرب بند هيك يسبب إنه متاعب في وقت لاحق كمان بوسعنا تأجيل توقيع عقود وهذا اللي أنا بنصح فيه توقيع العقود اللي بتقدر إنك تأجلها لبعد ما ينتهي تراجعه طارد اللي بيقدر يعمل هيك يعمل اللي ما بيقدر بده يتفحص زي ما حكينا بنود العقد بشكل كامل في فترة التراجع برضو ما بنصح أي شخص من كفالة شخص آخر ماليا تحديدا في فترة التراجع طارد منلاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمضارب المالية أو في السوق المالي البورصة هاي بنلاقي إنه العملة فجأة بتطلع فجأة بتنزل وبما إنه هو في برج هوائي يعني شوي بتكون الأمور أعلى بتأثيراتها يعني ممكن أنت تلاقي العملة الآن بسعر بعد دقائق تلاقيها اختلفت تماماً بعد ساعات تختلف تماماً فعشان هيك التذبذب هذا ممكن يخلي أشخاص تخسر أموالها فبتكون تكونوا حذرين جداً لأنه هذا الوضع بيخلي الأمور المالية غير مضمونة من الأمور السلبية برضو اللي بتأثر علينا هي النسيان التشويش اللي ممكن يصيبنا ممكن نفقد حاجياتنا أو ننساها زي مفاتيح أوراق ثبوتية ما نعرف شوين حطناها برضو في مجالات الدراسة بتخف القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة في الالتحاق بالدورات الدراسية هيك بيبطل في رغبة حتى لأمور التعليم منجد أنه في نوع من أنواع العصبية بتأثر بشكل كبير على مزاجنا أي كلمة أو موضوع أو شيء ممكن هيك يعمل تقلب في المزاج بشكل سريع عنا لأنه زي ما حكينا في برج هوائي طبعاً أكثر الأبراج اللي بدها تحضر من تراجع طارد أولاً هو برج الميزان لأنه بتراجع عندهم بعدين موليد برج الجوزاء والعذراء ليش؟ لأنه كوكب عطارد هو الكوكب المسيطرة عليهم أو المؤثر عليهم المباشر فعشان هيك هم برضو بشعروا بشكل كبير بتأثيرات عطارد طبعاً على حسب مكوته بما أنه في الجوزاء رح نذكر إيش أهم الأشياء اللي بدكوا تنتبهوا لها بالفترة القادمة طبعاً بالنسبة للتأثيرات رح نذكر الآن تأثيرات على البرج والطالع زي ما بنحكي الأبراج برج وطالع اسمع برجك واسمع طالعك وشوف مين اللي بأثر عليك أكثر هو اللي بتأخذ بتأثيراته ولكن الآن بالنسبة لتراجع عطارد تسمع البرج والطالع وتحتاط من التمين يعني من التحذيرين بالنسبة لموليد برج الحمل واللي طالعهم الحمل منلاقي أنه صار عندهم صعوبة بالتفاهم مع الشركاء شركاء المال شركاء العاطفة بتزيد الخلافات أو النقاشات أو الحدية أثناء التعامل مع الشركاء وخصوصا مع الأزواج أو الزوجات اللي من موليد برج الحمل بصير سرعة أو نفاذ الصبر عندهم عالي جدا أما بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم الثور بدهم ينتبهوا لأمور اللي لها علاقة بالصحة لها علاقة بالعمل وخاصة بالعمل يعني غير أنه العمل خاصة زملاء العمل طبعا الصحة بصير فيها نوع من أنواع التقلبات والتقلبات هاي تيجي على شيء له علاقة بالتوتر العصبي بالقلق بالأفكار بالأحلام بدهم ينتبهوا من هاي النقطة وبرضو يركزوا أثناء أخذهم للأدوية أما بالنسبة للعمل فممكن ينفذ صبرهم يتهربوا من أعمالهم يقصروا بأعمالهم فهذا الإشي ممكن يسبب لهم خلافات في العمل والخلافات هاي ممكن تكبر وبرضو ممكن يصير خلاف ما بينك وما بين زملائك بالعمل أو سوء تفاهم أما بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم الجوزاء وأنهم من بأرضه من المتضررين فبما أنه هذا في البيت الخامس فبدهم ينتبهوا أكثر شيء أثناء تعاملهم مع أحباهم لأن هذا التأثير بأثر على العلاقات مع الأحباء سوء تفاهم بنفهمه بشكل غلط بالعصبية المفاجئة وبرضو بيعمل خلافات ما بينهم وبين أبنائهم أو أولادهم بالفترة هاي يعني بصير سوء تفاهم ما بعرفوا يتفاهموا معهم وبصير قلق عليهم بشكل واضح أما بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان فهدولة بتتركز كلها على الأمور البيتية والعطارية والعائلية فعشان هيك هم أكثر الأشخاص اللي ممكن يصير عندهم أعطال في المنزل أو خراب أو أشياء لها علاقة بعطل أجهزة إلكترونية أي خلافات مع أفراد العائلة سوء تفاهم مع الأبناء يعني كل الإطار اللي له علاقة في البيت هو أكثر شيء بدكوا تكونوا حذرين منه بالفترة القادمة بالنسبة للأسد واللي طالعهم أسد فهدولة بالسفر القصير بدهم ينتبهوا بالسفر القصير خصوصا داخل المدن العلاقة ما بينهم وبين الإخوة والجيران الوقت برضو غير مناسب لشراء سيارة بدهم ينتبهوا لأنه هدولة أكثر الأعطال عندهم بتتركز على الأجهزة الإلكترونية على التليفونات على السيارات بتزيد المشاكل اللي إلها علاقة بالكهربائيات أو الأجهزة الإلكترونية كف عنا شرك يا رجل ناقصنا احنا أعطال يلا بالنسبة للعدراء واللي طالعهم عدراء طبعا الناحية المالية والمصاريف الزائدة أو الأمور اللي إلها علاقة بالسرقة بدهم ينتبهوا من هاي الناحية صرف الفلوس أو تضييع فلوس يوقعوا على أوراق أو يكفلوا أشخاص بدهم ينتبهوا لأنه برضو من المؤثر مباشر عليهم تراجع عطارد لأنه كوكبهم وأمور السرقة فلا تكفلوا حد لا تضمنوا حد انتبهوا على مقتنياتك بشكل جيد من الأمور اللي ذكرناها وخصوصا السرقة والمحتالين أما بالنسبة للميزان واللي طالعهم ميزان هدولة أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا بدهم يحافظوا على سمعتهم بدهم يحافظوا على إنجازاتهم لأنه زي ما حكينا هي بتسبب تشتت ذهني بتسبب نوع من أنواع القلق بتسبب نوع من أنواع التوترات عندهم فعشان هيك بدهم ينتبهوا على كل الأمور اللي احنا ذكرناها يحافظوا على سمعتهم ما يتخذوا قرارات مفاجئة بالنسبة لموليد برج العقرب واللي طالعهم العقرب بدهم ينتبهوا أثناء التعامل مع المؤسسات الكبيرة يعني إذا فيه بتعاملهم في شركة أو بيشتغلوا في شركة كبيرة أو لهم أوراق أو معاملات مع مؤسس كبيرة برضو بدهم ينتبهوا أثناء تعاملهم مع ناس دون منصب رؤساهم في العمل إهاي كل هالأمور بتكتركزوا عليها بشكل جيد ما فيه داعي للمغامرات نهائيا وتمموا أعمالكم على أكمل وجه فيه ممكن يصير بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمستشفيات أو إلها علاقة بالسجون أما بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس هو بتتركز على النشاط الإجتماعي وعلى الصداقات فعشان هيك أكثر إشي بتكتنتبهوا من ردات فعلكم اجتماعيا أو مع المحيطين فيكم ومع أصدقائكم لأنه برضو هذا الإشي ممكن يسبب خلافات ما بينك وبين الأصدقاء أو سوء تفاهم وتنقطع علاقة بشكل مفاجئ بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم الجدي فهي بتركز على المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين اللي هم مدراءهم بالشركات اللي بيشتغلوا بشركات كبيرة المسؤولين إن كان بالعمل أو مسؤولين عنهم بالوضع الاجتماعي تاعهم وبرضو مع العلاقات مع الناس اللي هم بيكونوا واسطة أو معارف بيكونوا في منصب عالي هدولا برضو بتكون تنتبهوا من أي خلاف أو سوء تفاهم معهم أما بالنسبة لموليد برج الدلو فهدولا بدهم ينتبهوا أثناء السفر خصوصا السفر البعيد والاتصالات البعيدة طبعا السفر مش السفر كسفر أنه تأجله أو تلغه لأنه فيه سفر لا هو بدك تنتبه على أغراضك بدك تنتبه على جواز سفرك على وقت الطائرة مثلا على سيارتك كذا بدك تسافر في السيارة تتفقدها ما تزيد السرعة على الطرقات برضو اللي عندهم أمور قضائية ما بدهم يهملوا القضايا نهائيا بدهم يدققوا بكل التفاصيل زي ما حكينا أهم إشي برضو الانتباه أثناء القيادة وما تدخلوا على الأماكن المجهولة أو تروحوا على أماكن مجهولة أنتم ما بتعرفوا أحد فيها أما بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالعهم حوت فهي بتركز على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك إلك لحالك بيكون معك شريك وبرضو بتكون تحذروا من القروض بالفترة هاي يعني إذا أنت مش جد تأخذ قرض بالفترة هاي أو عارف حالك ما بتقدر تلتزم بالقرض أو خايف أنك ما تلتزم بالقرض بقول لك أصبر شوي لحديث ما ينتهي التراجع لأنه الفترة هاي لا تصلح لهاي الأمور وبدك تنتبه برضو من عملية أنك تداين شخص فلوس أو تستدين من شخص فلوس برضو هاي ما بنصح فيها انتبه ما تكفى الحد وما تضمن حد بالفترة القادمة طيب بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي رح تكون غير التراجع عندها زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وعشر دقائق مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا بما انها الساعة ثمانية وعشرة مساء بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن يعني تقريبا بنقدر نحكي على الساعة 11 بالليل عشان هيك تأثيراتها هي بتبلش من ساعات الظهر هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تخليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة 11 و24 دقيقة مساء قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن يعني الساعة ثنتين ونص بعد منتصف الليل تأثيراتها من ساعات الظهر بتبلش هاي الزاوية فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر موجود في الجوزاء خلو المسار القادم راح يكون يوم الثلاثاء 28 تسعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وثمانتاشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وأربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بتوقيت الأردن طبعا الساعة سبعة وثمانتاشر دقيقة صباحا وبينتهي خلو المسار الساعة أربعة ونص تقريبا عصرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 21 يوم في تمام الساعة 27 دقيقة مساء بصير 22 يوم نسبة الإضاءة 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 10% القمر في الجوزاء حتى يوم 28 تسعة سعيد بنسبة 40% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة نزلت السعودة طبعا هو بالحساب الفلكي 15% ولكن أنا بعطي أنه منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 منتحس بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% يعني أنتوا شايفين أنه الآن صار عنا 6 كواكب بتتراجع يعني فترة مش سهلة ولكن أنه يعني بداية يعني يوم 18 عشرة المشتري رح ينهي تراجعه 11 عشرة زحل بنهي تراجعه يعني في الفترة القادمة في كواكب رح تنهي التراجع ولكن زي ما حكينا أنه يعني هي الفترة من الآن لغاية يوم 11 أو يوم 18 تحديدا لما بنتهي تراجع 3 كواكب من 6 كواكب هاي تقريبا بتبلش الأمور يعني تنعدل شوي أو تتصلح شوي نشعر بنوع من أنواع التفاؤل والطمأنينة في كثير من المسائل الحياتية بالفترة القادمة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور إلها أحلاقة بالسفر والاتصالات وبالطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات وخصوصا المسئوليات على أنواعها أهم شيء إنك ما تتهرب منها ممكن اليوم يكون لك تعاون أو تعامل ما بينك وبين أخ أو جار ولكن بدك تنتبه أثناء قيادة السيارة أو أثناء تنقلاتك إذا عندك امتحان أو مقابلة يعني حاول أنك تركز شوي ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط أنك تتحلى بالليونة والدبلوماسية لأنه حكينا عطارة بدأ يتراجع وهو في مكان مقابلك فممكن أنك تنرفز أو تعصب بكل سهولة بتكثر عندك اليوم الزيارات والتنقلات على أنواعها رح تتلقوا اتصال مفاجئ اليوم أو خبر يعني إلو ما بعده في الأيام القادمة برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكوا تتجنبوا النفقات القمر الآن في بيت المال فعشان هيك ممكن تقلق بشأن مصاريف أو تصليحات استحقاقات مالية بتكوا تتجنبوا النزوات التسوق بتكوا تحاضروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالسوق المالي أو بتبديل العملات هدولة أكتر الناس بدهم ينتبهوا خلال هذا اليوم ولكن الأغلب رح ينشغلوا بمسائل مالية متنوعة أو ترتيب وضع مالي معين في بعض الأموال هاي رح تكون مصاريف صحية أو مصاريف يعني شيء من مخالفة غرامة شغلة زي هيك بدكوا تنتبهوا برضو من هاي المسائل برج الجوزاء طبعا اليوم القمر بما أنه استقر عندكم في برجكم فاليوم أنتو عندكم قدرة على مواجهة مشاكلكم وإنجاز الكثير منها رح تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ ممكن تواجه الواقع بمنطق أو حاول أنك تواجه الواقع كامل أو الحياة اللي أنت عيشة بمنطق وعزيمة وممكن اليوم تتلقى جواب هاي فترة بتتوضح لك كثير من الأمور وبانتظارك لقاء ومرحلة جديدة ولكن زي ما حكينا أنه الكواكب مبارح ذكرنا أنها موجودة في البيت الخامس يعني فتدعمك على المستوى العاطفي ولكن اليوم تراجع عطارد هو اللي بيهدد بسوء تفاهم أو عصبية أو حدية أثناء تعاملكم مع أبنائكم أو مع أحباكم برج السرطان بما أنه القمر الآن موجود في بيت المتاعب فأكيد أنه التعب رح يظل شوي مؤثر عليكم اليوم يعني بتكون تحاولوا أنه تنجزوا الأعمال الضرورية والعاجلة تنتبهوا أكثر لغذائكم لراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات حاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة بدك تحاذر الفشل والالتباسات والتراجع الصحي بالفترة هاي وبرضو بالمقابل بدك تنتبه على الأمور العائلية بشكل جيد صحيح أنه فيك واكب دعميتك ولكن برضو تراجع طارد بسوي سوء تفاهم أو ممكن تنفهم غلط ويصير خلاف أو نقاش حد فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة برج الأسد اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو طلب تأييد من أحد الأشخاص يؤيد وجهة نظرك ممكن تنجز عملك بشكل كامل ولكن بشوف أنه لا فيه انت بحاجة لواسطة أو تدخل أحدهم عشان يساعدك في بعض المسائل حاول أنك تستشير أهل الإختصاص بتطمع أن مخاوفك وبتفرح اليوم لحملة تأييد ودعم لقضيتك ما تستسلم وحاول أنك تتفائل بالخير صحيح أنه شوي تراجع عطارد رح يأثر عليك وخصوصا أنه هو بأثر على التركيز وعلى النشاط وعلى الحركة زي ما حكينا وبيجيب بعض سوء التفاهم فبدك تنتبه من هاي النقطة حاول أنك تخلي كلامك واضح وتضبط عصبيتك يعني ما في دعي للعصبي وردات الفعل الحد بدك تحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا اليوم طبعا حاول أنك تقدم أفضل ما لديك لأنه اليوم ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ولكن بدك تكون على قدر من المسئولية وحاول أنك ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم إلك بدك تخلي خجلك هيك يعني تمسك خجلك وتحطه على جنب هيك وتحاول أنك تعبر عن رأيك بثقة وجراءة اتجنب برضو الكلام القارص في بعض الأوقات وابعد عن المصاريف الزائدة مهما كانت المغريات يعني بدك تضبط ميزانيتك بشكل جيد لأنه الفترة القادمة بثلاث أسابيع دولا يعني شوي ممكن يمتحنوك ماليا برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وهذا على جميع موليد برج الميزان بدهم ينتبهوا من هاي النقطة يعني هاي فترة حافلة بالنشاطات حاول أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين حاول أنك ما تضطر أنك يعني تنحط بموقف أنك تتراجع عن مواقفك لأنه شوي في نوع من أنواع الضغط بيخليك يعني بدك تتراجع لازم تتراجع فبتكثر عندك برضو الانشغالات الإدارية بدك تدير بالك من المتاعب الصحية الأهم من هيك أنه اللي عنده سفر أو عنده تنقلات أو عنده حوارات أو عنده أمور إلها علاقة بالامتحانات هذولا بدهم زي ما حكينا يركزوا بشكل جيد لأنه عطارد عندك بيتراجع اللي عنده سفر بده يتفقد أوراقه كاملة موعد طيارته كل شيء ضروري يعني ما تعتمد على الحضوض نهائيا في هاي المسائل برج العقرب اليوم رح تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وأنا بنصحكم أنكم تعدلوا هاي الأمور وتهتموا بالأمور المالية حاولوا أنكم ترتبوا الأوراق والملفات وكل شيء ضروري حتى إذا فيه عقود أو فيه التزامات فوتير كلها هاي بدك تهتم فيها اليوم ممكن تحتاج اليوم لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو من مسألة أو سؤال أهم إشي أنك ما تبقى وحيد أو تتقوقع على نفسك بدك تنطلق شارك في كل النشاطات بادر لتصحيح الأقطاع ولكن الأهم أنه بالفترة هاي إذا فيه أوراق قانونية فيه معاملات بدك تهتم فيها بشكل كامل وتهتم بالأمور المالية وممكن تنشغله في مسائل إلها علاقة بالشؤون الصحية لكم أو لأحد أفراد العائلة برج القوس بوسعكم اليوم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن زي ما حكينا أنه هاي الفترة بتكون فيها إيجابيتها وفيها سلبيتها فعشان هيك هي طاقتكم بتضعف في هاي الفترة فهاي بتكون فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات ممكن أن تعيش اليوم لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وممكن تظهر بعض الأمور اللي بتحس أنه الحظ تخلى عنك تعتبر فترة صعبة أهم إش أنك ما تخالف القوانين وحاول أنك ما تكون ساخر من الأشخاص اللي بتعاملوا معك هاي نقطة اثنين بدك تنتبه لأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو تنرفز من بعض المسائل فعشان هيك حاول أنك تخلي علاقتك بأصدقائك مرنة بدون ما تكبر الأمور برج الجديد حاولوا اليوم اتمموا كل أعمالكم المطلوبة منكم وما تتقاعصوا نهائياً عن تأدية الأعمال يعني ما تتهرب ما تتغيب بدك تنتبه برضو لصحتك بشكل جيد بدك تديروا بالكم من تراجع صحي اللي طبعاً ما في إشي بخوف ولكن اللي بشعر أنه الوضع الصحي عنده بحاجة للرعاية أو مراجع الطبيب ما يتأخر حاولوا أنك اليوم تباكروا لعملكم حاول أنك تترك مساحة للغير للتحرك ما تقيد الكل ما تفرض سلطتك على الكل باستطاعتك اليوم حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لهذا الأمر طبعاً برضو ما تنسى أنه عطارت بتراجع فممكن يتسبب خلاف ما بينك وبين رؤسائك بالعمل إذا تخلفت عن العمل أو يتسجل عليك بعض الملاحظات بسبب تقصيرك بإنجاز معين برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً اليوم يعتبر مميز جداً فأن القمر في البيت الخامس فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً ممكن تعيش فرحة ونجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك بشيء مفاجئ ممكن يفاجئك أحدهم بالوقوف لجانبك حاول أنك تكون شاكر له وما تنسى رد الجميل الأهم من هذا كله يعني هذا مهم ولكن النقطة اللي ما بدنا نتغافل عنها أو ننساها اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالسفر والامتحانات والتنقلات حاول أنك تضبط عصابك ما في داعي للسرعة إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض نهائيا أثناء تعاملك مع الأجانب بدك تكون حذر وإذا في عندك سفر بدك تتفقد كل شيء برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة اليوم عندك مسؤوليات عندك كثير من الأمور بدك تهتم فيها وخصوصا الأمور العائلية حاول أنك تخصص وقت يعني ميح أو وضع وقت كويس هيك مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة حاول أنك ما تتسرع في الحكم على الأمور الشخصية ممكن تعاني من سوق تفاهم أو أمور لها علاقة بالشك أنه في أشخاص بتتآمر أشخاص بتسيء لك بتكيد لك هاي الأمور كلها حاول أنك أنت ما تترك لها المساحة الكبيرة السبب أنه زي ما حكينا أنه أنت اليوم عندك انشغالات وممكن تنشغل بمسألة مالية عائلية تكون شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام بشكل كبير منك أو أنك ترتبلها وقت خاص فيك وبرضو انتبه ما في داعي لكفالة أو ضمانة أو تدخل بمسائل مالية أنت ما عندك قدرة أنك تلتزم فيها بالفترة القادمة طبعا قبل ما ننهي حلقتنا بشكر كل الأشخاص اللي انتسبوا للقناة وهم الأسماء المذكورة وبشكر الأشخاص اللي دعموا القناة وبشكر كل شخص حط لايك أو كومنت أو تعليق حتى اللي حطوا ديسلايك يعني مبارح تفاجأت أنا بناشاط اللي بحطوا ديسلايك يعني مبارح لسه أنا ما لحكت نزل الحلقة ما قال ديسلايك محطوط كيف يعني رهيب اللي حطت ديسلايك يعني هذا ديسلايك قبل ما يسمع أو يعرف هذا بس مسألة شخصية بينه وبينه عادي جدا يعني هو برضو منشكره لأنه هذا بيعمل حركة على العلقنا فشكرا للجميع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء